قطعت رقمنة قطاع التربية بلمدية بمؤسساتها التربوية عبر 64 بلدية أشواطا كبيرة مقارنة بباقي الولايات حيث أصبح بإمكان الأولياء مراقبة أبنائهم خطوة بخطوة ومن أي مكان في العالم بعد توزيع لوجيشيال موحد على مستوى المؤسسات وإحديث لوجيشيال على مستوى المديرية فتحنا موقع للمديرية وفتحنا فيه نوافذ الأولية ووصلنا إلى رقمنة دفتر المراسلة فأصبح الوليد يتابع ابنه من مقر سكناه من مقر عمله حتى وإن كان هو مهاجرا فيستطيع أن يتابع ابنه من حيث جدول التوقيت من حيث جدول استقبال الأساتذة للأولياء من حيث التأخرات والغيابات من حيث الواجبات المنزلية والتمارين من حيث أيضا النقاط من جانبهم أبدى التلاميذ كبير ارتياحهم للمرونة في التواصل وأوليائهم مع المؤسسات التربوية وكذا مديريات التربية شأنهم شأن موظفي القطاع الذين وفرت عليهم الرقمنة عناء التنقل لمسافات طوال الدفتر المرسل الأقمي ساعدنا بزاف نقدر أن نتواصل مع الأساتذة مع المؤسسة نقدر أن نشوفه جدول استقبال الأساتذة يعني فيه المعلومات خاصة بنا كما نستطيع أن نشوفه المعدلة والنقاط التوانى دون لجوء إلى المدرسة ساعدت المديرين في المناطق البعيدة والقريبة على التواصل المستمر مع مديرية التربية بالإضافة إلى ذلك الاطلاع على كل ما هو جديد في قطاع التربية لتصبح بذلك تجربة رقمنة القطاع التربوي بالامدية رائدة في الجزائر وحرية بالاستنساخ في باقي مديريات الوطن